السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعلم كيفية لفظ وقراءة الكلمات لجميع وحدات الصف السادس الابتدائي وسنتعرف كيفية قراءة الحروف إذا اجتمعت معا كل صفحة فيها مجموعة من الحروف ومجموعة من الكلمات سنتعلم كيف نلفظ هذه الكلمات وما هي أصوات هذه الحروف نبدأ أولا عندما تأتي A ثم حرف المنتصف وE فتلفظ A كما في كلمة tape وتعني اللصق snake الأفعة cane العكازة gate البوابة bake bake تخبز name name الإسم cake cake الكعكة vase vase المزهرية وهنا لدينا E ثم حرف منتصف وE فتلفظ E E كما في كلمة Pete Pete واسم هذا الولد Pete Steve Steve واسم هذا الولد Steve Eve Eve واسم هذه الفتاة Eve وهنا لدينا مجموعة حرف الـ I ثم حرف المنتصف ويأتي E في النهاية ويلفط I I كما في كلمة pine pine وهي شجرة الصنوبر line line وتعني الخط bite bite وتعني يقدم أو يعض time time وتعني الوقت ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا Phonics Toolbox أي جدول الأصوات في هذا الجدول نتعلم أن هناك كلمات إذا أضفنا إليها E في نهاية الكلمة فإن لفظها ونطقها ومعناها يختلف إذن هنا لدينا كلمة tab tab وتعني الحنفية إذا أضفنا إليها E تصبح tape tape وتعني اللصق هنا لدينا كلمة pit pit وتعني الحيوانات الأليفة وأضفنا إليها E أصبحت Pete Pete وهو اسم شخص هنا لدينا pin pin وتعني الدبوس أو المشبك إذا أضفنا إليها E تصبح pine pine وهي الصنوبر هنا لدينا كلمة hub hub وتعني القفز إذا أضفنا إليها E تصبح hope hope وتعني الأمل هنا لدينا كلمة cup cup وتعني الشبل إذا أضفنا إليها E ستصبح cube cube وتعني المكعب هنا لدينا بعض الكلمات كلمة five وتعني خمسة five bike bike وتعني الدراجة pipe pipe وتعني الأنبوب dive dive وتعني الغوص هنا لدينا أيضا كلمات فيها O ثم حرف المنتصف ثم E في آخرها وتلفظ O O مثل كلمة globe globe وتعني الكرة الأرضية rose rose الزهرة nose nose أنف home home منزل bone bone عضمة hole hole حفرة أو فتحة hob 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 الأمل يأمل أن يحصل على شيء rob rob الحبل هنا لدينا أيضا كلمات فيها حرف اليو ثم حرف المنتصف و E وتلفظ U U مثل كلمة cube cube وتعني المكعب tube tube وتعني الأنبوب cute 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 وتعني لطيف mule mule وهو حيوان البغل ننتقل إلى الصفحة التالية هنا في هذه الصفحة لدينا كلمات فيها حرف A ويليها حرف I وهذه الكلمات تلفظ A A مثل كلمة rain rain وتعني المطر chain chain وتعني السلسلة train train وتعني القطار snail snail وتعني الحلزون وهنا لدينا كلمات تنتهي بحرف A والـ Y وتلفظ A A مثل كلمة day day وتعني اليوم hey hey وتعني القش may may وهو شهر مايو highway highway وهو الطريق السريع أو الخط السريع هنا لدينا كلمات فيها حرف الـ E والـ A في منتصف الكلمة وتلفظ E E مثل كلمة peach peach وهو المشمش meet meet اللحم seal seal الفقمة read read يقرأ وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ E والـ E في منتصف الكلمة وتلفظ E E مثل كلمة week week وتعني أسبوع cheese cheese الجبن green green لون الأخضر sleep sleep ينام ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا كلمات تنتهي بحرف الـ E والـ Y وتلفظ E E مثل كلمة monkey monkey وتعني القرد donkey donkey وتعني الحمار money money وتعني الأموال honey honey وتعني العسل أما هنا فلدينا كلمات تنتهي بحرف الـ I والـ E مثل كلمة pie pie وتعني الفطيرة tie tie وتعني ربطة العنق أما هنا فلدينا كلمات فيها حرف الـ O والـ A في المنتصف وتلفظ O O مثل كلمة boat boat وتعني القارب caught caught وتعني المعطف goat goat وتعني الماعز goal goal وتعني الهدف toast toast وتعني خبزة توست أو الخبازة أما هنا فلدينا كلمات تنتهي بحرف الـ O والـ E وتلفظ أو أو مثل كلمة toe تو وتعني صابع القدم جو جو وهذا الولد يسمى جو وهنا لدينا كلمات تنتهي بحرف الـ O والـ W وتلفظ أو أو مثل كلمة window ويندو وتعني الشباك snow snow وتعني الثلج crow crow وتعني الغراب وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ U والـ I في المنتصف وتلفظ أو أو مثل كلمة suit suit وتعني البدلة juice وتعني العصير وهنا لدينا كلمات تنتهي بحرف الـ U مع الـ E وتلفظ أو أيضا مثل كلمة glue glue وتعني الغراء blue blue وتعني اللون الأزرق Tuesday Tuesday وهو يوم الثلثاء ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا كلمات فيها حرف الـ O والـ U في المنتصف وتلفظ أو أو مثل كلمة house house وتعني المنزل mouse mouse وتعني الفأر وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ O والـ W وتلفظ أو أو مثل كلمة cow cow وتعني البقرة brown brown وتعني اللون البني هنا لدينا حرف الـ O والـ O في المنتصف وهي short أي قصيرة فتلفظ أو أو مثل كلمة book book وتعني كتاب cook cook وتعني الطبخ أما هنا فـ O مع O long أي طويلة نمدها ونقول moon moon وتعني القمر spoon spoon وتعني الملعقة وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ A والـ U في أول الكلمة وتلفظ O O August August وهو شهر أغسطس autumn autumn وهو فصل الخريف وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ A مع الـ W وتلفظ O O مثل كلمة straw straw وتعني المصاصة strawberry strawberry وهي الفرولة هنا لدينا كلمات فيها حرف الـ O والـ I وتلفظ O OI مثل كلمة coin coin وهي العملة المعدنية point point وتعني يؤشر وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ O والـ Y في نهايتها وتلفظ أيضا OI OI وهي boy boy وتعني الولد toy toy وتعني اللعبة ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا كلمات في حرف الـ A مع الـ R وتلفظ R R مثل كلمة park park وتعني الحديقة farm farm وتعني المزرعة وكلمات فيها O وR وتلفظ or or مثل كلمة horse horse وتعني الحصان corn corn ويعني الدرة وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ U مع الـ R وتلفظ air air مثل كلمة turtle 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 وتعني السلحفة purple purple وتعني اللون البنفسجي nurse nurse وهي الممرضة وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ I مع الـ R وتلفظ air air مثل كلمة beard beard وهو الطائر shared shared وهو القميص circle 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 دائرة وهنا لدينا كلمة تنتهي بـ O R وتلفظ or or مثل كلمة doctor doctor وتعني الطبيب هنا لدينا كلمة تبدأ بحرف W O وR وتلفظ war war مثل كلمة work work يعمل word word العالم وهنا لدينا كلمتان تنتهي بحرف الـ I مع الـ R وتلفظ air air مثل teacher teacher وهو المعلم hamster hamster وهو حيوان الـ hamster والذي يشبه الفأر ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا في هذه الصفحة Continent Diagraph أي حروف الـ Continent وهي الحروف الساكنة مرتبطة مع بعضها البعض إذن هنا حرفان ساكنان مع بعضهم البعض وهذه المجموعة مجموعة لكلمات تبدأان بحرف الـ S والـ H وتلفظ ش ش مثل كلمة ship ship وتعني السفينة shop shop وتعني التسوق sheep sheep وتعني الخروف dish dish وتعني الطبق وهنا لدينا كلمات فيها حرف السي مع الـ H وتلفظ cha cha مثل كلمة cheese cheese وتعني الجبن cheery cheery وتعني الكرز chick chick وتعني السوس lunch lunch وتعني الغداء وهنا لدينا كلمات فيها حرف الـ P مع الـ H وتلفظ fa fa مثل كلمة phone phone وتعني الهاتف photo photo وتعني الصورة elephant elephant وتعني الفيل phonics phonics وتعني الأصوات وهنا لدينا كلمات فيها حرفاء الـ W مع الـ H وهنا حرف الـ H صامت لا يلفظ يلفظ و و و مثل كلمة white white أبيض whale whale الحوت whistle whistle هنا لدينا حرف الـ H صامت وحرف الـ T أيضاً صامت لا يلفظ whistle whistle وتعني الصفيرة whisker whisker وهو شنب الحيوانات ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا في الفونيكس toolbox جدول الأصوات إذا كان هناك إذا اجتمع حرف الـ S مع الـ H فيلفظ ش أما الـ C مع الـ H فيلفظ تش الـ P مع الـ H يلفظ fa W والـ H يلفظ و أما الـ W هنا فلا ينطق أما حرفات T مع الـ H فيلفظ إما ث أو ذ حرف الـ N مع الـ G في نهاية الكلمة يلفظ نج نج حرف الس مع الـ K في نهاية الكلمة يلفظ ك ك هنا لدينا الكلمات هنا كلمات فيها حرف T مع الـ H ويلفظ ث مثل كلمة thermos وهو البراد أو الترمس كما نقوله بالعربي الذي يحفظ الحرارة think يفكر thin thin نحيف bath استحمام وهنا لدينا كلمات فيها أيضا حرف T مع الـ H ولكن يلفظ the مثل كلمة this هذا عندما نؤشر على شيء ونقول هذا نقول this these these هؤلاء مجموعة من الأشياء that that هداك عندما نؤشر على شيء بعيد ونقول ذلك هناك that they they هم وأكثر من واحد أما كلمات فيها حرف الـ N والـ G في نهاية الكلمة وتلفظ ng ng مثل كلمة ring ring خاتم spring spring الربيع swing swing رجوحة wing wing جناح وهنا لدينا كلمات تنتهي بحرفة C مع الكي وتلفظ ك ك ك مثل كلمة duck duck بطة back back ظهر rock rock صخر suck suck الشراب تقل إلى الصفحة التالية هنا أيضا لدينا كلمات فيها حرفة B مع الـ L وتلفظ bla bla مثل كلمة block block وتعني المكعب black 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 أسود blue 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 أزرق blanket blanket الحرام أو الغطاء هنا لدينا كلمات فيها حرفة B مع الـ R وتلفظ bra bra مثل كلمة brush brush for shy brick brick الطوب bread bread الخبز brown brown بني اللون وهنا لدينا كلمات فيها حرفة C مع الـ L وتلفظ كلا club مثل كلمة clock clock وتعني ساعة الحائط cloud cloud الغيمة clown clown مهرج clap clap يصفق وهنا كلمات فيها حرفة C مع الـ R وتلفظ كرا cra مثل كلمة crab crab الصلطعون crayon crayon الألوان الشمعية crocodile 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 التمساح cry cry يبكي تقل إلى الصفحة التالية هنا أيضا لدينا كلمات فيها حرفة P مع الـ L وتلفظ pla pla مثل كلمة plant plant نبتة أو الزرعة planet planet كوكب plate plate صحا play play يلعب وهنا كلمات فيها حرف الـ P مع الـ R وتلفظ pre pre مثل كلمة present present وتعني هدية prize prize وتعني الجائزة أو الكأس propeller propeller وتعني المروحة أو فراش المروحة price 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 وتعني السعر هنا لدينا أيضا كلمات فيها حرفة الـ F مع الـ L وتلفظ fla fla مثل كلمة flag وتعني العلم flag وهنا F مع الـ R fra fra frog frog ضفضع وهنا الـ G مع الـ R وتلفظ gra gra مثل كلمة green green أخضر وأسمع الـ N snake 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 الأفعى وهنا لدينا الـ S P R وتلفظ spread spread spring spring وتعني فصل الربيع اسمع T st stop stop وتعني توقف تقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا كلمات بدأت بحرف الك ثم حرف الـ N إذن حرف الك لا يلفظ فقط يكتب وتلفظ ن ن مثل كلمة nope nope وتعني مقبض الباب knock knock وتعني يطرق الباب knee knee وتعني الركبة knife 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 وتعني السكين وهنا لدينا حرف الـ I والـ G والـ H إذا جاءت في وسط الكلمة فالـ G والـ S لا يلفظان إنما فقط يكتبان وتلفظ هذه الحروف I I مثل كلمة night night نراحظ أن الـ G والـ H لا يلفظان فقط يكتبان night وتعني الليل light 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 وتعني الضوء right right وتعني اليمين هنا أيضا كلمات تبدأ بحرف الـ W ثم الـ R W لا يلفظ فقط يكتب ر ر right right يكتب rest rest وهو المعصم هنا لدينا كلمات تنتهي بحرف الـ L ويليه E إذن الـ E لا تلفظ L L مثل bubble bubble وتعني الفقعات table table طاولة needle needle الدبوس أو الإبرة bottle 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 القارورة انتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا كلمات تنتهي بـ T-I-O-N وتلفظ shun shun مثل كلمة lotion lotion وتعني المرتب station station وتعني المحطة أيضا هناك كلمات تنتهي بـ T-U-R-E وتلفظ shur shur مثل كلمة picture picture وتعني الصورة future future وتعني المستقبل وهنا لدينا كلمات نهايتها T-C-H وتلفظ ch 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 مثل كلمة catch 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 يمسك match 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 يصل بينهم sketch 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 وتعني الرسم switch 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 الإغلاق والفتح هنا لدينا listen and complete نكمل هذه المحادثة ما بين كلمة knock cold و-on knock يطرق cold بارد و-on فوق knock knock who's there let us let us who let us in it's cold out here knock knock who's there isabel isabel who isabel necessary on a bicycle إذن على الطالب فقط أن يتدرب على نطق وقراءة هذه الكلمات ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا في هذه الصفحة picture dictionary أي قاموس الكلمات مع الصور يتعلم فيها الطالب أسماء هذه الصور والكلمات وتبدأ بالحروف الأبجدية يعني ستبدأ بحروف الآي ثم بي ثم سي وهكذا وأيضا كتبت رقم الصفحة التي وردت فيها هذه الكلمة نبدأ بالكلمة الأولى bought bought وهي الماضي من الفعل buy وتعني اشترى والفعل المضارع منه يشتري إذن هنا اشترى وهنا يشتري bottle وتعني القارورة break وتعني الكسر كسرت رجله brush my teeth وفرش أسناني brush my teeth candy candy حلويات catch a cold أصيب بالزكام change change الباقي clean my room clean my room ونظف غرفتي climb 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 هنا حرف الب لا يلفظ climb يتسلق clothing store clothing store محل ملابس cooked cooked الماضي من الفعل cook cooked طبخة cook يطبخ do some exercise do some exercise قم ببعض التمارين أو فعل بعض التمارين انتقل إلى الصفحة التالية doll دول وتعني اللعبة drink drink يشرب eat three meals eat three meals تناول ثلاث وجبات eggs eggs بيض elementary school elementary school مدرسة ابتدائية fantastic fantastic رائع that's fantastic هذا رائع get up get up يستيقظ get first place get first place حصلت على المكان الأول أو المركز الأول go to bed go to bed اذهب إلى النوم that's great هذا رائع great great رائع وعظيم have an operation have an operation أي لدي عملية junk food junk food الطعام السريع أو الغير مفيد ننتقل إلى الصفحة kick the ball kick the ball ركل الكرة لام لام هنا أيضا البيلة تلفظ وهو الخروف الصغير letter letter الرسالة lose a game lose a game خسارة المباراة make a rocket make a rocket make a rocket صنع صاروخ play computer games play computer games لعب ألعاب الكمبيوتر post office post office مكتب بريدي scarf 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 الوشاح أو الطرحة school bus school bus school bus باس المدرسة school uniform school uniform school uniform uniform الزي المدرسي see a rainbow see a rainbow see a rainbow رؤية أو مشاهدة قوس القزح sign sign إشارة أو علامة هنا الجي لا تلفظ sign ننتقل إلى الصفحة التالية no skateboards no skateboards أي ممنوع التزلج skip breakfast skip breakfast الامتناع عن تناول الفطور sleepy sleepy نعسان stay home stay home البقاء في المنزل stay up late stay up late البقاء لوقت متأخر stuck in an elevator stuck in an elevator أي انحجزنا بداخل المصعد studied studied وهي الماضي من الفعل study study studied study studied درسنا study يدرس supermarket 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 وتعني السوبرماركت table tennis table tennis أي لعبة تنس الطاولة team captain team captain أي كابتن الفريق trampoline 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 أي النطنيطة win a prize win a prize الفوز بالجائزة أو بالكاس وبكذا أنا انتهيت من قراءة جميع الصوتيات الموجودة في نهاية كتاب الصف السادس أتمنى إذا عجبكم الفيديو تنزلوا أسفل الفيديو وتضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أنكم تشتركوا معي في القناة وتنشروا الفيديو بين أصدقائكم وشكراً طوصات